اشتركوا في القناة مضت على العراق منذ عام 2003 لحد الآن واحدة من سماتها البارزة التي تميزها التي تميز هذه المرحلة هي شخصية غريبة عجيبة اسمها نور المالكي جواد المالكي نور المالكي المهم هذا ما عرفناه هذه الشخصية هذه الشخصية ربما البعض يتساؤل كثير ما الذي يميز هذه الشخصية لكي تكون طوال العشرين سنة أكثر من عشرين سنة حاضرة ومؤثرة في القرار وما زالت مؤثرة وما زالت يعني وما زالت هي الضابط لكل هذه العملية السياسية التي تجري في العراق واحد من ضباط هذه العملية هو نور المالكي يعني هو من يؤلف هذه الشخصيات ومن يديرها ومن يحركها هكذا تجوان كان في الخلف مرات مرات في الأمام لكن هكذا وقع الحال ما الذي يميز هذه الشخصية الحقيقة ما يميز هذه الشخصية هو ما تطبعه هذه المرحلة في تاريخ العراق مرحلة طائفية مرحلة مرحلة السقوط مرحلة الضياع مرحلة العراق فيها في التيه العراق لا يعرف اتجاهه فاقد للبوصلة كل القوى مسيطرة على الير خارجية ولا آتة مختلفة مستقبلة غير واضح حاضرة غير واضح هذا ما يميز ما يطبع هذه المرحلة وهذا ما يطبع شخصية نور المالكي شخصية نور المالكي تعبر عن هذه المرحلة الحقيقة بكل بكل صفات السيئة منذ عام 2006 إلى 2014 ورئيسا للبزارات 8 سنوات أشاعة طائفية الخطاب الطائفي مزق المجتمع تمزيقا كبيرا فتح المجال للميليشيات أن تتسيد فتح المجال لإيران أن تتسيد على العراق وأن تتغول بالعراق كل المشاريع له حول المجتمع إلى بؤرة للكراهية والتمزق والقتال والقتل وشهدنا الكثير منهم شهدنا انكسارات كبيرة جدا دخول حتى داعش والإرهاب وخسارة الموصل وهروب أكثر من أربع فرق عسكرية والقتل والذبح هذا كله كان في زمنه لهم يحمل أي نتيجة مع أن الكثيرين تتكلموا أن نور المالكي مسؤول وهو حقيقة واقع الحال مسؤول كقاعد عامل وقاتل مسلحان هزيمة جيش كامل وكان يجب أن يحاسب محاسبة شديدة لكن لا أحد حاسبه في عام 2010 خسر الانتخابات لكن أمريكا أصرت عليه وإيران كانت تصر عليه وأعادوه إلى الحكوم بعد انتخابات صورية طبعا بغض النظر على رأينا بالانتخابات لكن فاز بها يعد على قائمته لكن أعادوا نور المالكي بلعبة من المحكمة الاتحادية وعادوه والألفين وارباطعش هو الحاكم الفعلي وما زال الحاكم الفعلي للعراق بعد ستة شهر من من فراغ منصب رئاسة البرلمان بعد زاعة الحلبوسي جاءوا بالشخصية وسيأتون بالشخصية أو جاءوا بالشخصية التي يريدها فأنا أريد المالكي هذا واقع الحال لا أحد يتكلم بغير يعني غير قرص في زمن الفساد في زمن الطائفية مثل ما قلنا الخراب والدمار السرقات النهيب كل هذا كان في زمن التصدى للتظاهرات ودستورهم يقول الدستور الكسيح يقول حرية الرأي وتصدى للتظاهرات من 25 شباط 2011 التظاهرات التي خرجت تصدى لها بالرصاص والقتل والذبح وكل شيء والتنكيل والهتافات الطائفية وعاد مرة أخرى عندما خرجوا أهل الأنبار في تظاهراتهم واعتصاماتهم حولها إلى قضية أرهابية وحولها إلى غير قضية وما حصل في الحويجة وقتل الناس في الحويجة المعتصمين كل هذه الملفات التي الدم بها يسيل مثل الأنهار كلها مغلقة ومرمية في أماكن مظومة من أجل نور المالكي ما هذه الشخصية مع أنه يعني فكرا وتنظيما ورؤية لا يساوي شيئا هذا واقع الحال لكن إيران تريد هذه الشخصية والشخصية تعبر عن هذه المرحلة وشخصية تنطبق تماما على هذه يعني ذلك أنا قلت من سمات هذه المرحلة الـ 21 سنة من سماتها أو صورة الأصيلة التي تعبر عنها ونور المالكي في صراعاتها مع العرب حول هوية العراق إلى غير هوية العراق غرقان غارق بالطائفية والقتل والميليشيات والتصفيات الطائفية والتهجير والقتل والاستيلاء وتحدث مظاهرات والتظاهرات في العراق في كل مكان وتحدث تظاهرات في البحرين ينحاز إلى المتظاهرين في البحرين ويقف ضد المتظاهرين في العراق مخضية غريبة عجيبة يشتم كل الدول العربية يشتم كل الدول لا إلا إيران شتم حتى نظام الأسد واتهوهم أنهم إرهابيين وكذا بعد ذلك بدأ يدافع عن نظام حافظ الأسد ويسمح لإيران ولكل حرسها الثوري أن يهربوا الأسلحة وتصل الأسلحة إلى إيران وهي ميليشيات ويقاتلون للدفاع عن سوريا والدفاع عن النظام السوري وهو يسمي دفاع عن سوريا ومكة حزب الله وغير حزب الله في أن يكون في العراق بطريقة تصفيات وغريبة عجيبة كل هذه الظواهر الشاذ التي حصلت في العراق نور المالكي كان فيها والآن ما زال هو الشخصية المميزة ما هذا يعني الأحد يتساءل الكل يتساءل طبعا ما الذي يميز هذا الشخص لكي يكون بهذا الشكل والكل يستظلون بعباءته ويتحدث بلغة الواثق والمقبع لكل شيء وصراعات حتى مع الشيع نفس البيت الشيع صراعات التي هي كبيرة جدا جدا وخلافات وخصومات تصل إلى التهديد بالقتل لكن مع ذلك هو يعني باقي في مكانه وباقي هو وكانه المرشد الأعلى لكل هذه العملية السياسية لا أحد يتحدث عنه رغم أنه كل المشاريع الوهمية كل السرقات الكل يتهمه وكل السجلات تقول أنه بدد من أموال العراق أكثر من 450 مليار دولار لكن لا أحد يحاسبه لا أحد يصل إلى حدوده ما زال هو الذي يرشح وهو الذي يختار وهو الذي يقوم والآن هو المتحكم في الإطار التنسيقي الميليشياوي الذي يدير الحكومة ويختار الحكومة وهو من اختار هذه الحكومة هذا واقع الحال يعني من اختار الحكومة من اختار البرلمان من اختار مجلس القضاء كله نور المالكي التشكيلة كلها وأين تنظي وكيف تتجه وبوصلتها وسياسات وتوجهات نور المالكي هل يدرك يدرك البعض يعني هل هذا العراق يعني يدرك البعض أنه العراق هذا العظيم بهذا التاريخ بهذه الهيبة الكبيرة العظيمة بالتالي شخصية مثل نور المالكي تقود العراق بهذا الشكل أنا لا أتكلم عنه كشخص بالذات لكن أتكلم عن أداء سياسي وأداء إنساني وإخلاقي في العراق هذا واقع الحال أنا لا أعرف يعني لا يهمنا الشخص بقدر هو الأول والأخير إنسان لكن أن يكون هذا الأداء هو هذا من ننوه ونضع أصبعنا عليه ونشير إليه وواقع الحال يعني هذا ليس فيه اتهام وليس فيه تجني هذا واقع الحال من يقول خلاف ذلك فليقلب أوراق التاريخ فليقلب أوراق العشرين سنة الواحد عشرين سنة المضت ويرى ما الذي حصل وما هو دور نور المالكي فيها وما زال وما هو دوره لحد الآن ما زال لحد الآن هذا واحدة من من سمات هذه المرحلة الحقيقة الشاب التي سيلعنها أهل العراق ستلعن من قبل العراقين هذه المرحلة بكل ما حصل فيها ستكون تاريخا أسود في تاريخ العراق في حقبة سوداء من تاريخ العراق بالتأكيد ستنتهي وستلعن من العراقيين شيعة وسنة وكرادا وعربا أنا نتحدث عن عراقيين ما لا علاقة بطائفته ما لا علاقة بدينه بقوميته بالتالي العراقي ينحازل عراقيته دعك من الأوضاع الشابة الآن التي تحكم الساحة لكنها خفت عن ما كانت عليه كثيرا سيصل الحال إلى أن تنبث كل هذه وتنتهي كل هذه وستفتح دفاتر التاريخ وسيقولون بشكل واضح ما الذي حصل ومن هو المسؤول عنه أترككم بخير أعزائي المشاهدين لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة